تقرير من 15 سنة كان أحمد فتفت وزير داخلية بالوكالة بوقتها هل تندم على القرار الذي اتخذته باستسلام سكنة مرجعيون بوارد صحيح أنا ما أخذت ولا أرار كان أمر واقع أنا مني أخذ ولا أرار من أخذ هذا الأرار؟ هذا الأرار أمر واقع على الأرض أنا حفرجيكي في عندي هون تقرير من المقدم غازي عامر قائد مجموعة الشرطة العسكرية في القوة الأمنية المشتركة شو بيقول بيقول السلاح المتوفر بحوزاتنا السلاح فردي مهمتنا اقتصرت على مساعدة النازحين وتوزيع المساعدات للصلاة من صليب الأحمر والهيئة العلية الإغاثة بتنصيق قائد القوة مع الفعاليات ورؤسة البلديات والوزير وتأمين المياه والمحروقات الكهربائية كانوا عم يعملوا مهمة إنسانية أكتر من هك في معي رسالة في معي رسالة من أهالي المنطقة لفؤاد السنورة وبعتليها بتقول موقعة من رئيس بلدية كفركلة رئيس بلدية مرجعيون المطران إنه هالمجموعة اشتغلت عمل إنساني لمساعدة الأهالي والمقومين طيب لحظتها نهار هيدا معي كل المعلومات بعشرة آب 2006 وصلك تليفون من العائد عدنان داود قالك الإسرائيلية فيتين علينا مظبوط شو صار شو قلت له أنا قال لي الإسرائيلي قلت له بدنا لحظة سكروا إنتوا البواب لنحنا نراجع مين رجعت بالاسم رجعنا وزير الدفاع رجعت فؤاد السنورة عدنا عملنا جلسة قالنا نشوف شو الإمكانيات قالنا بنحاول نسحبهم شو قالك وزير الدفاع بوقت دا وزير الدفاع قال لي أنا موافق معك نحاول نسحبهم نسحبهم نحاولنا نسحبهم كان الإسرائيلي فيت ع السكنة وصاروا محتلين هون شو صار دقيت له رجعت رجعت دقيت له خمسة الصبح شو قالت له قالت له جاية حرفيا ساعة خمسة ونص صباحا هذا تقرير رسمي اتصل معالي الوزير بالعميد داود ليبلغوا بأن ضابطا من اليونيفيل سيحضر لإخلائهم هذه هي القصة كلها إجا ضابط باليونيفيل ليه ما أخليهم عم يحاول يخليهم كان والإسرائيلي موجود جاين بدوا يخليهم لأنه كانوا إسراء حرب هون صارت القصة هاي اللي عرضت تلفزيون الإسرائيلي لأنه إجا الضابط تعتبروا مذل هيدا المشهد الضابط اليونيفيل قال لهم عملوا لنا شاي وإجت زيعل التلفزيون الإسرائيلي للأسف التلفزيونات بعد التلفزيونات اللبنانية أخذت الدعاء الإسرائيلي حاولت تدبسها وزير الداخلية لا إلو دخل بها الموضوع ولا إلو دخل بالموضوع العسكري تعتبروا مذل هيدا المشهد مذل هذا مهين لأنه هذا العمل حتى بلوم عليه اليونيفيل لأنه هي فرضتوا اليونيفيل على وقتها على القوة الأمنية المشتركة بس القوة الأمنية كانت كانت محاصرة وكانت لألك شو بيقول تعبير كتير منيح بيقول بالتقرير بخلاص التقرير اللي بيقول فأني أقترح العميد اللي عمل التحقيق فأني أقترح عدم مؤاخذة قائد القوة الأمنية المشتركة لجهة وقوعي تحت القوة الجبرية للاحتلال فالمجبر لا مساب ولا معاقب بس عملت أنا كوزير الداخلية مجرد ما عرفت بالموضوع ضغري أوقفت العميد داود ثلاثيان أي موضوع تضيف الشاي مع أنه بقول أنه بينقال أنه العقيد داود لما سألك أنه بننضيفهم قلتلوا أعتبروا حالكم أسرح حرب قلتلوا هيك أنا قلتلوا أعتبروا حالكم أسرح حرب لما نقال لي فاتوا لجوا ساعتها قلتلوا أسرح وهذا التقرير موجود تقرير رسمي موجود كله ونشر تجارية الأخبار لماذا قلتلوا أوصى عليهم قتلون بشو بأوصى عليهم العميد محمد فهمي كم معنا وزير داخلية يمون بقول لو كنت أنا كنت قتلت لآخر الصاصة ولو متت بعد شي بلا مزايدات لا العميد فهمي بودوا ولا هو قال أنه حضرتك طبيب هو عسكري لا 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 والعسكر اللي كانوا جوا كلهم رجعوا قالوا نفس الشي حتى الضباط وقلتلك شو قال ضابط تبع الجيش شو قال مش مظبوط لأنه كان ممنوع يكون معنا سلاح هايدي القوة الأمنية المشتركة اللي تقرر بسنة الألفان وستة طلع فيه قرار لأمو 2352 أسلحة فردية وناقلات جن فقط يعني هايدي وتفوت على دبابي بيأوصها بالفرد تبعه شو بيعمل يعني بدوا يقاتل هو جنة شو بيقاتل لا مش صحيح هو عنده حفظ أمن هو مش قوة مقاتلة هو حفظ أمن لا معه أر بي جي ولا معه متفع مضادة دبابات طيب ما بدون أر بي جي صاروا قدامهم الجنود لو بدوا يقتلوا ينقتل بأرضه بتكون هاي معركات شو اللي حتي كيف المقاومين قاوموا كيف الفلسطينيين قاوموا بالحجارة لحظة بلا مزايدات المقاومين قاوموا مدربين لحتى يقوموا مكلفين يقوموا معهم سلاح ليقوموا هيدولي لا مدربين ولا مهمتون ولا معهم سلاح وزير الدفاع ووزير الداخلية درسوا الوضع ولقوا أنه نحن ما أدري يعني إذا هيك المقاومة تكون موجودة هني إذا الأمن عندنا أعجز من أن يقاوم فالمقاومة لازم تكون هني مش صحيح لا قالك شو المشكلة المشكلة أنه بالألفان ان منع جيش لبنان يروح على الجنوب وكان رئيس جمهورية يطلع يقول إيميد الحود إذا حدا بيطالب بيزهاب جيش للجنوب هو خائن وحزب الله كان يقول نفس الشي فلاقوا فرميل وسط أنه بنبعث قوة أمنية مشتركة وتحديدا بمنطقة مرجعيون شوية ببنت جبال أنه هايدي لتحافظ على الأمن المحلي فقط هايدي كوة مثل مفهمتي كوة إنسانية أمنية حاجة بقى نزيد على بعض هذا موضوع وزير الداخلية ما قاله دخل فيه وهيدي بيكفي مزايدات وحزب الله اخترع هالقصة لأنه لا أحجري بعد والله من هاجب من الوزي شو قالك رئيس بري لما شايفك قالك غلطت لا ما قال لي غلطت قال لي يا ريت قالت له كان مات يا ريت شو قالت قال لي يا ريت وكانوا ماتوا قال لي يموتوا أنا لا لا في فرق تلك هايدي النظرية لا لا أنا ضد شو النظرية تشوفت أنا أنا بضحي ب350 عسكري ولأقلك شو كانت المشكلة ضحيت بصورة لبنان مش صحيح بعز حرف دموز كان في 1500 مش بعزة بآخر كانت الحرب منتية كانت الحرب منتية مش بيكون واجب دموت دفاعا عن أرضي هيدا أول موت إذا أنا دوري دافع بس أنا دوري أعمل إشارات ودوري مش مش هيدا نفس الشي هيدا الزلمة هقلك شو كان فيه هيدا أول مرة بحكيها كان في شخص جوا بالسكنة كان عملنا مشكلة كتير كبيرة كنا خايفين عليه كتير ليه لأنه اسمه المؤهل وجد يزبيك شو يعني ابن أخوه للشيخ محمد يزبيك كنا في زعنيمة يو عبيد الإسرائيلية وطبيعي هاي أول مرة بحكيها لأنه هيدا عملت لنا خربطة وقالنا لأ بدنا نجبر نحن نطلع كل القوة أنا أكرتوا أنه جايين يخدوه لا جايين يخدوه الكل بس هو بقى بيلقطوه وإذا لقطوه هذا مكسب كبير بالنسبة لأيلون فنحن كنا بدنا نطلع كل القوة فوق منا خمسة ألاف لستة ألاف شخص من مرجعيون تجمعوا أمام السكنة ألف وخمسمائة سيارة بالتقرير وإذا بدون يطلعوا أنا أنقصت دماء الناس بالسكنة أنقصت لتمئة وخمسين عنصور غير مسلحين وحميت ابن خيول الشيخ محمد يازبي طبيعي وحميت المواطنين المدنيين وطلعتهم بموقب للأسف رجع الإسرائيلي كصفهم وراح ست شهد من المدنيين وشهيد من العسكر و17 جريح من المدني و17 شهيد من العسكر هذا صارت أنا فخور بكل قرار فعلا أنا أخذته هذا الشيء ما أنا أخذته ولا أنا قلت لهم استسلموا هذا واقع عسكري لأنه ما كان معتبر أنه الإسرائيلي سيستعمل أصبع الجليل بي